فاكرين أهل الشر كانوا بيقولوا إيه على العاصمة الإدارية الجديدة وقت الإعلان عنها وإزاي حاولوا يشككوا في الدولة والنظام إيه اللي حصل في العاصمة الإدارية النهاردة وإيه حكاية التريليون جنيه وإزاي الرمل بقى دهب خليكم معنا للآخر وهتعرفوا التفاصيل أول من رئيس السيسي أعلن عن حاجة مصر الملحة لعاصمة إدارية جديدة تخفف الضغط على القاهرة وتكون على مستوع عواصم العالم المتقدم منصات أهل الشر والتحريد لقاتها فرصة عشان تشكك في النظام والدولة وقالت أن الرئيس بيرمي فلوس المصرين في حتة سحراء رغم أن الدولة ما دفعتش مليم أحمر في العاصمة الإدارية الجديدة وده لأن التمويل كله كان من الشركات اللي بتبني المشروعات والدولة حققت أرباح ضخمة كمان من عائد بيع الأراضي للشركات واللي بقالها تمن بعد ما كانت سحراء وبنت بيها المباني الحكومية الجديدة يعني الدولة كسبت من المشروع وما خسرتش إرش واحد طيب ليه بنتكلم النهاردة عن العاصمة الإدارية الجديدة؟ عشان من شوية خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة للتنمية العمرانية كشف أن قيمة الأصول المملكة لشركة العاصمة ارتفعت لأكتر من تريليون جنيه حضرتك متخيل الرقم تريليون جنيه يعني قدم زنية مصر أربع مرات في سنة 2011 ده معناه أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان استثمر ناجح مليون في المية زيه زي مشروع قناة السويس الجديدة اللي نفس منصات الشر حاولت تشويه وقالت أن المصريين ضيعوا فلوسهم على مشروع خسران ولكن التجربة قالت أن إرادات قناة السويس اتضعفت بسبب القناة الجديدة ومرور أنواع جديدة من السفن لأول مرة مع توسعة وتقليل زمن المرور في المجرى الملاحي نرجع لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة واللي كانت سبب لخير كتير للبلد وفوايد ملهاش عدد أول هنبه المستثمرين الأجانب والعرب لأهمية الاستثمار العقاري في مصر وكمان أن مصر تقدر تعمل أي مشروع ضخمة بدون تكلفة على الموازنة العامة ومشروع العاصمة هو اللي أنعش تجارة تصدير العقار في مصر وهو اللي جاء مشروع رأس الحكمة وشجع الشركات العالمية على توطين علامتها التجارية في مصر كمان هو اللي خفف الحمل على العاصمة القديمة والدولة استفادت من ناحية تانية لما استثمرت في المباني الحكومية في القاهرة اللي اتقلت للعاصمة الإدارية وتحولها لمشروعات تانية زي فنادق أو مقار لشركات العالمية وطرحها في برنامج التروحات الحكومية اللي حققت من وراء مليارات الدولارات النهار ده مشروع العاصمة الإدارية بيكتب شهادة نجاح جديدة للدولة المصرية والقيدة السياسية اللي نفذت المشروع بدري جدا وخلقت روح جديدة من التحديث والتطوير وخلقت مجتمعات عمرانية جديدة وحاولت الصحرة لكنز بمليارات الدولارات وفتحت شرعين جديدة في الاقتصاد المصري وده أفضل رد على منصات الفتنة والتحريد كانت معاك وشارة مجدي من بانكير بانكير نض البنوك اشتركوا في القناة